وفي إيطاليا تشير الحصيلة غير نهائية لواحد من أسوأ مآسي الهجرة السرية في السنوات الأخيرة إلى مصرع أكثر من 130 مهاجرا ينتمون لدول القرن الإفريقي لدى غرق سفينة كانت تبحر بهم في اتجاه جزيرة لامبيدوزا أمي الخلدي أربعون جثة إضافية عثر عليها غطاسون في محيط السفينة الراقدة على عمق نحو أربعين مترا قرب جزيرة لامبيدوزا ما يرفع حصلة الوفيات إلى أكثر من 130 عملية الإنقاذ والبحث لا تزال جارية والواقعة تعود إلى غرق مركب كان يقل أزيد من أربعين مهاجر من القرن الإفريقي إلى جنوب إفريقيا نلاحظ كل مرة أن هؤلاء الناس المهاجرون يغادرون بلدانهم التي خربتها الحروب والصراعات يجب أن نضع استراتيجيا لتعامل مع هذا المعطى وإحداث سياسة دولية والتنصيق أوروبي وإقامة ممرات إنسانية أكثر أمانا المفوضية الأوروبية دعت اليوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى تكثيف جهودها لتجنب مثل هذه المآسي ودعت أيضا إلى التضامن مع البلدان التي تشهد تدفقا متزايدا للمهاجرين وراء هذه المأساة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل اليأس والحزن عند هؤلاء أي أننا نواجه اليوم واقعا هو الاتجار في البشر هي جريمة خاطيرة تنتج أرباحا لهذه الشبكات منذ مطلع هذا العام وصل أكثر من 22 ألف مهاجر غير شرعي إلى سواحل جنوب إيطاليا أي أكثر بثلاث مرات مما سجل السنة الماضية